وخلال جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني أكد مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني نائب أحمد فتحي على ضرورة دعم رواد الأعمال وفي تصريحات خاصة لتلفزيون المصري شدد مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني على أهمية تهيئة بيئة الأعمال ازدهار شركات ريادة الأعمال في مطالب رئيسية لدعم رواد الأعمال أنا عارف أن دولة رئيس الوزراء كان في يوم 4-6 اللي فات أطلق أن بقى فيه وحدة تحت مظلة رئيسة الوزراء والمظلة دي هتبقى فعلا معنية بمشاكل وتشريعية تخص رواد الأعمال من تنصيق ما بين الجهات المختلفة زي الوزراء المعنية بمفهوم ريادة الأعمال ده كان مطلب رئيسي بس كانت شباب بتطالب أن يبقى فيه مزيد من الدعم سواء الدعم من السنديق الاستثمار كانت فيه موضوع مشتت ما بين أكتر من وزارة أن وزارة تشتغل على الملف ده بمفهوم مشروعات صغيرة ووزارة تانية تشتغل مفهوم شركات النشأة شباب كتير كانت بطالب بتوحيد المفاهيم لريادة الأعمال وهي معروفة وإيه الفرق ما بينها وما بين المشروعات الصغيرة عشان السادة العاملين سواء في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتوسطة رواد العمال يبقى عارف أن ده رائد أعمال مش عنده مشروع صغير الحاجة التانية المهمة جداً اللي كله طفق عليها فكرة عملية التدريب والتأهيل ما كمان ما تتمش من قبل الجامعة فقط لا أيضاً تتم من مدارس الحكومية والخاصة